تضم محافظة الشرقية عددا من الكنوز الأثرية القديمة منها كنيسة الملاك مخايل التي تقع بكفر الدير شمال مركز مينيا القمح والمقام على تل يرتفع عن سطح الأرض ويقال إنه أقيمت على أنقاض دير قديم ومنها أخذ اسم البلدة التي تقع بها الكنيسة وهي كفر الدير قباب مشيدة من الطراز البيزنطية وأبواب أسرية تحمل أقفالا غريبة عن عصرنا الحالي وبالتحديد في قرية كفر الدير التابعة لمركز مينيا القمح بمحافظة الشرقية حيث يقع واحد من أهم الأديرة الأسرية في مصر دير الملاك مخايل الموقع بتاع الدير يرجع للقرن الرابع الميلادي وده الموقع الحقيقة الكنيسة اللي احنا وقفين فيها دي دلوقتي بتعود لسنة 800 أو 810 بالتقريب أو بالتحديد يعني لأن فيه ما يفيد تاريخيا بسنة 810 الحقيقة تعامل الشمس تم اكتشافه في الترميم سنة 2011 ومن وقتها إلى الآن بيتم التعامل على الثلاث مذابح التعامل الأول اللي هو احنا فيه النهاردة يوم واحد خمسة على مسبح الشهيد ماري جيرجس الدير الأسرية يحتفظ بطراز المعمارية يرجع إلى مئات السنين ويعود للقرن الرابع الميلادي وهو الآن على طراز الجيل الثاني للكنائس والأديرة من القرن السامن الميلادي الموازل للدولتين الطلونية والفاطمية طبعاً احنا في كنيسة كفر الدير مسجل عندنا في كنيسة كفر الدير عشر أيكونات وحجاب الهيكل الأوسط بنتكلم من أمامه حجاب الهيكل الأوسط طبعاً دوت مشيد أو اتعامل سنة 1247 ابطية يوازي 1521 ميلادية وعندنا هنا طبعاً فيه عشر أيكونات فيه أيكونا للعزراء مريم ودي أيكونا الرسام أنستاص الروم المقدسي سنة 1550 شهداء تعادل تاريخ 1834 ميلادية دير الملك ميخائيل يتكون من جزئين رئيسيين وهم الفناء المكشوف وبه البئر الأسرية محاطة بصورة ومجموعة من الملحقات المستحدثة إضافة إلى حديقة بالغرب منها والجزء الآخر وهو مبنى الدير المغطى بالقباب الضحلة والأقبية ليسرد دير الملك ميخائيل بعمارته الفريدة حكاية ترجع لأكثر من 1600 عام